بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابي بازينة إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة اليوم بإذن الله راح ندخل حصة عرقم 14 وهذه الحصة راح تكون أول درس من دروس سنة ثالثة اليوم راح ندير منطقة تعاقب في المنطقة التعاقبية عندكم 6 دروس من فرع من درس الأول وشيحنا ندرسه بقلاب آرس قلاب آرس فلنبدأ على بركة الله وحب له مقارنك تسمع في أمري هكذا عين نسمع شوف معي مقارن مقارن في السنة الثانية وشي درسته من قبل درسته منطقة التوافق هكذا لا سمه منطقة التوافقي لأن المخرج يتوافق مع المدخل يمكن نسئلك سؤال مقارن رياض يمكن نغطي لك المصباح ونقول لك قاطعة مفتوحة تقدر تعرف لي حالة المصباح ولا لا لا في هذه الحالة لو كنقول لك قاطعة مفتوحة وشي حالة المصباح موش متوهج موش متوهج ولكن قاطعة مغلعة بلما تشوف المصباح وش تقولين متوهج إذن في المنطقة التوافقي بتعرف حالة المخرج وشي يكفيك يكفيك فقط معرفة حالة المدخل إذن هذه الدارة الكهربائية اللي من تنتمي تنتمي إلى منطقة توافقي من فهمة هذه روحوا دارة ثانية لك تشوف هذه البوابة هذه البوابة وش نسميه بوابة M اللي قلتها في السنة الثانية هي اللي هي بوابة ضرب وش تدير هذه البوابة الاس تحوش يساوي يساوي A في B لو كان يساوي لك سؤال مقارنة تقدر تعرف مخرج S عند معرفة A و B ولا ما تقدرش لو كان مدلك A و B اس كنت تقدر تعرف الاس وانا تقدر تعرفها نقدر نعرفها تقدر نعرفها كتعد مثلا A يساوي السفر B يساوي السفر وش تقولي السفر في السفر وش يساوي السفر إذن مصباح غير متوهج لو كان نغلقه A وش تولي A واحد B سفر واحد في سفر مصباح غير متواجد لو كان نغلقهم في زوج وش يولي واحد في واحد مصباح متواجد إذن بوبات المنطقية هذه تنتمي إلى منطقة توفقية بتعرف حالة مخرجتها يكفيك فقط معرفة مداخلها إذن وش نقوله لمعرفة حالة المخرج يكفينا فقط لمعرفة حالة المداخل نهالي نعرف المخرج نهالي نعرف المخرج مباشرة انطلاقا من المداخل وش نقوله هذا منطقة توفق هذه سهلة وذي قلتها السنة الثانية في السنة الثالثة لتدرس منطقة جديدة اللي هو منطقة تعاقبة مقرآن نسألك سؤال نسألك سؤال اليوم وشي هو اليوم الثنين نسألك سؤال نقول لك واش تغذيت يوم السبت نهال السبت واش تغذيت لن تكون إجابة تاعة سؤال لي سؤال تاعة هو المدخل والإجابة تاعة بالنسبة لي هي المخرج أسكت تقدر تجاوبني بسرعة بسرعة تقولي تغذيت كده يوم السبت لازم تخمم إذن اليوم الثنين تغذيت سباكيطا بعدها ترجع الذكرة تلك اليوم الأمس يوم الأحد ديمانج تغذيت الأرز بعدها ترجع الذكرة تلك اليوم السابق يوم السبت تغذيت هامبورج إذن اجابة هنا أول حاجة سمعت السؤال هو المدخل والثانية حاجة استعملت الذكرة تلك ورجعت الحالة السابقة كي أخدمت بهذا الزواج بها قدست تمثل الإجابة اللي هي المخرج إذن مقرران شو نقوله؟ إنسان تختارق التخمين إنسان وشي هو تعتمد على منطقة تعاقوبية إذن وشي هو المنطقة تعاقوبية مقرران؟ بأن نعرف حالة المخرج لا يكفينا فقط حالة المداخل بأن نعرف حالة المخرج يجب الحالة السابقة للنظام أو الذاكرة ومعرفة حالة المداخل إذن هذا وشي نسميه منطقة التعاقوب مقرن نعطي لك هذه الدارة. هل تشوف هذه الدارة؟ هل تشوفها؟ نحن نسألك سؤال نحن نقول لك هل تقدر تعرف حالة المصباح هذا أو لا تقدر تعرفه؟ كيف هذا؟ لا تقدر لا أعرفه. لا تقدر تعرف على هكين احتمالين مثلا كنقوله هل تقوله هل تساوي؟ هاي بوابة نوت واحد. وبعد نشوفه الحالة السابقة هذه الحالة السابقة هي حالة الرجوع. رجوع من المخرج إلى أحد المدخل. ماذا تقول يا أستاذ؟ نقول يا أستاذ إذا كانت حالة السابقة هذه الصفر. ما تقول لي صفر في واحد você يساوي صفر وما في التحق وما يقول واحد وما يكون مصباح متوهش صح او لا لا ولا لا لا ولا تقول يا أستاذ اذا كانت الحالة السابقة هذه واحد واحد في واحد ما يساوي واحد النفي التحق صفر مصباح منطفه. رغم أن نقاطع مفتوحة. إذا هذه الدارة مقتش نعرف حالة المخارج. وه 멋있م ندير لازم نعرف حالة المدخل. ونزيد ونعرف الحالة السابقة نزيد بأن نعرف حالة المخرج إذن هذه الدارة لمن تنتمي يا مقرن كذلك تنتمي إلى منطقة التعاقبي إذن وما نقوله؟ لما أعرف حالة المخرج يجب معرفة حالة المداخل مع الحالة السابقة للمخرج هذا هو منطق تعاقبي إذن وما أنه هو المنطق التعاقبي بأن نعرف حالة المخرج تاعت أن نعرف حالة المداخل و dlatego نسميها الذاكرة إذن ملخص من منطقة تعاقبية مقرنة هو عبارة عن منطقة التوافقي بإضافة إلى حاجة جديدة وشي سميها ذاكرة اللي احنا درسها اليوم هذا هو جماعة بلسبب المنطقة التعاقب ثاني حاجة جماعة قبل ما ندرس القلابات جماعة ركز معي منيح منيح منيحنا ياه بل ما ندرس القلابات لازم ننفهم واحد زج دوائر كهربائي لازم ننفهم الدارة أولوية تأثير أولوية الضغط على واحد وأولوية الضغط على الصف مثلا جماعة لو كان أعطيكم هذه الدارة الكهربائي وش فيها؟ فيها مصباح كي سميته كي وفيها الضغطة آخر على باكم الضغطة وشي يا جماعة الضغطة كي تضغط عليها تتغلق مجرد حرارية دوك وشي حصير لها تعاود تتفتح مقرنة هذه الضغطة وشي نوع تاحة هذه الضغطة وشي يسموها الضغطة مفتوحة في حالة طرح يعني مع أنتها لو كان خلوه في حالة طرحة تكون مفتوحة لو كان أثر عليها وشي صارت تتغلق لو كان ناحية التأثير بتاعي تعاود تفتح كما هكذا شاف أثرت عليها توهج المصباح لو كان ناحية التأثير وشي صارت تفتح الضغطة ومصباح منطفة هذه الضغطة مقرنة وشي هو رمز تاحة في المنطق رمز تاحة شوف رمز تاحة وشي هو بما أنه عندي مدخل واحد وعندي مخرج واحد إذن هاورا رمز تاح مدخل لولو سميته وما خل 53 يسميته والمدخل هذا هو نربض الله لخط ما معنى خط هذا خط ما معنى الصفر يounds kick it وواحد ناشطه مثلا لو كان و Daily developed without acting, what do you mean? You don't mean it's one thing, if the 뭐야 is not the answer as the answer, and then what don't mean to the answer? You say it's 1 when it's the answer. If you say it, you say it's dairy was 30 when it's 5 when it's not the answer, any type is not the answer. As you say it's just it's سيفر مدخل خامل يستلزم كيوش يساوي يساوي السيفر في حالة ثانية لو كان نأثر على المدخل اوشي ولي يساوي ولي يساوي واحد وش نقولو 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 باللي مدخل هذا اراه ناشط وكعود مدخل اراه ناشط وش يدير يتحكم في المسبع مقرن ركز معامله مدخل ناشط اش معناته يأثر في المخرج مدخل خامل اش معناته معناته معزول على المخرج صحيح كما قلنا اى يساوي السيفر مدخل خامل وش نسخ نكيب وش نسخ لا 재szy يساوي السيفر معناته مدخل مياترش في المخرج في حالة التاثير على الضغطة وش ولا ا ااش يساوي يساوي واحد وشك تلاحظ ولا ا يتحكم في المخرج اذا المخرج هيوش يساوي يساوي واحد هذي دارة بسيطة عندك اسئلة مقارنة فيها هذي قريك produto السانه ثانية وعلومي بسانة صحيح الدارة الثانية الاجماعة الدارة الثانية لازم ترك الزوء يهم لك. يلاحظو أن الن lleas عندهم إشكاليات في بوبة ناط. وإلا عندهم إشكاليات في الترجطات في المستوى الأدنى. رحوا نشفوا الضارة ثانية. مقرر شفوا الضارة ثانية. وإن ش multi-dara ما بين تfather و desses? لا تظهروا الضغطات فيHis راه ن tor lacking في حالة ضع싸 يتفع 하는 الدار الأول. الضغطة مفتوحة في حال تراحة بدون تأثير واحد ما يأثر عليها أما دارة الثانية مغلقة في حال تراحة بدون تأثير وين ما أعتقدها؟ كما نأثر عليها تبقى مغلقة فصالوا كان أثر عليها بيد وش يصل على مقررا؟ تفتح الضغيطة إذن هذه الضارة مجرد أنك تشوفها وين قلت يؤثر عليها بواحد منطقي وش يصل على الضغيطة؟ تفتح المصباح وش يصل لها؟ ينطفي لو كان حرار يدي لو كان حرار يدي الضغطة وش عاودي يسرى لها؟ تتغلق وانا الصباحة وش يسرى له؟ يتوهج. إذن هذه الضارة اللي لك تشوفها عندها رمز تاحها. شوف رمز تاحها كهذه؟ شوف رمز تاحها. أسكو يشبه رمز له وتاع الضارة له؟ لا. شوف ش زايد عليه. وش هي حاجة يزايد عليه؟ قولها بكرة. صحيح. صحيح. زايدة فيه دائرة النفي. إذن وش معنتها؟ لو كانت تلقى رمز بهذا الشكل والمدخل تلقى فيه خط والدائرة هذي. وش معنى أنت تفهم باللي الآن وش وظيفتها؟ إذا أعطيت له واحد منطقي رك خملتها. إذا ما أديت له صفر منطقي نشطتها. معنى أنت عكس هذه الأولى. عكس هذه الأولى. وبالفعل هاينجر بوش معاونا شوف. شوفوا. بما أنه ضغطة مغلقة في حالة راحة في المنطقة التوافق. وش يرمز له؟ يرمز له أ. بار. إذن في حالة أ. بار يسوي صفر. مقرن. أ. بار يسوي صفر. ما أثرتش على الضغطة هذه. وش ح تكون حالة تاحة؟ ح تكون مغلقة. المسبعة وش ح تكون؟ وكتوهش. إذن وش نقوله؟ بما أنه أ. بار يسوي صفر. معنى أنتها أ. بار نشطة. إذن ما خلش يسوي. يسوي واحد لأنه دارة مغلقة. ولكن ندير العكس. إذن أ. بار يسوي صفر. وش نقوله؟ مدخل ناشط. وكي عود مدخل ناشط. وش يدير؟ يتحكم في المخرج. ووش يدير المخرج؟ يوهج للمخرج. إذن كي وش يسوي؟ يسوي واحد. لو كان أثر على الضغطة تأثير وهو واحد منطقي. فيما أثرش صفر منطقي يساوي واحد وشو وشو يصر له مدام عطينا له واحد منطقة وش ديرنا ديزاك تيفينا هذا المدخل وكيعد مدخل ديزاك تيفي يجمعه وش يقول لي معزول على المخرج إذن كيوش يساوي 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 سيفر إذن يعني قبل ما تقرأوا القلابات لازم تعرفوا القلاب لي فيه خط مدخل تاعه لشكل خط والقلاب لي مدخل تاعه لشكل خط دائرة وش معناته اللي فيها خط وش معناته واحد ينشطه وصيفر وش يديرها مقرران يخمل هكذا ولي تلقى خط الدائرة وش معناته يمشي بالعكس وش معناته صيفر ينشطه واحد يخمله وهذا المدخل وش نعوده تسميه ما نسميه اه نسميه اه با هكذا نكمل خدمة تعنا مقررن شوف شوفه مقررن في في البوابة موت اللي تمشي بالمستوى الأدنى شوف معايا كين رمز لول هذا تشوفه بالزاف اللي هو خط مع دائرة راكم معايا كين وش يرمزوا لها رمز الثاني مقررن شوفه الرمز الثاني هذه الا باش تمشي بتمشي بصفر ولا بالواحد شقولي نشطها صفر ولا واحد صفر صفر باسكو لي هرمز لها خط مي مش بدي اكتبها اكتبها اه بار صحي اذا وش معناته يمدها لك خط دائرة عارف بالمادخل هدا صيفي ينشطه والواحد يخمله ولا يمدها لك خط ومكتوب فيها اه بار احنا وش تفهم معندها كذلك صيفر وش يديه ينشطوا والواحد يخمل وكذا رمز الثالث ما تلقوش بزاف الكتب بزاف تلقوش تلقو خط دائرة مع آبار جماعة كي تلقو هذا رمز ما تفهموش ما تقولش نفي مع النفي روح لا لا احنا وش هيقصد لك يقول لك باللي هذا المدخل راه يمشي بالسفر منطقة السفر للتنشيط وواحد للتخمي ماش بتقولي النافي ام بعدها يجي النافي يتولي عادي فهمنا عليها كتشوفوا هذا الثراموزة جماعة واش معناتها معناتها الآه السفر ينشطها والواحد وش يدير يخمل هكذا مقارن وكي تلقو رمز هذا العادي اللي شايفينه مقبل بزاف تلقو خط مكتب آه واش معناتها الواحد ينشط الآه والصيف وش يدير يخمل الآه وكي نقولك ينشط تنشيط وش معنات المقارن يولي الآه مربوط بالمخرج وتخميل وش معناتها يولي آه معزول على المخرج ولي ميأثرش في المخرج هكذا جماعة هذه هي اهم حاجة في القلابات افهم هذي ما فهمتش عودها مارتين ولا ثمارات نهالي تفهمها منيح وارحوا القلابات اللي كل شي بصري صحيح اذا وش نقوله هنا آبار يسوي السفر مدخل وش نقوله عليه منشط آبار يسوي واحد ش نقوله عليه مدخل خام نكملوه هيا نكملوه جماعة في المنطقة التعاقبية احتقروا قلابات واشارة الساعة والعدادات والمؤجلات وسجلات احنا اليومو نحنا ندخلوه ندخلوه القلابات اوكي في القلابات ثانيوش كين كين قلب ارس كين قلب جيكا كين دي كين تي حصتي عن يوموش هتكون حول قلاب ارس هكذا صحيت ومقرن شوفنا يا مقرن هذا وش هي وقلاب ارس شك تلاحظ قلاب ارس شك تلاحظ ايوه صحيت بما قبلها شفنا العفسة تعترشيت وتخميل قلاب ارس شفي فيه مدخلين مدخل الاول سميه اس ومدخل ثاني فيه ار الاس شش سميه سميه مدخل تشغيل كيت اكتيفي يشغل للمخرج والاير نسموها ريسات وش معنها مدخل توقيف كيتنشط الال وش يدير وش يدير يمسيح لي المخرجين بانا فهم ممليحها جماعة وش لازم نخرجه حقيقة على كذ사 جدول حقيقة في مدخلين اس والال� وعلي كيان زايد واحد وكيان زايد واحدة بار وش معنتها الحالة الجديدة كيان زايد واحدة نجمع الحالة الجديدة وكين نقولك كيان ت所有 الحالة سابقة وهانا التعليق ونشوفوها وش هاي يصرها كداي عندنا احتماليا عندنا ربع احتمالات وش هم banyak نبلاؤهم جماعة عندي أخي نبدأ بالأير هو الول صفر واحد صفر واحد وبعدها نروح للأير صفر صفر مرتين واحد واحد نخدمه بهذه الطريقة بها ما ننسى حتى الاحتمال جماعة بنافع موظيفة الأير رح نعطيكم واحد تجربة بسيطة قريتوها في السنة الثانية اللي هي روافع صحيح المقارنة ركتشوف هذه وشي هي هذه رافعة ثنائية المفعول فيها أمبوبين وش نسميها رافعة ثنائية المفعول ورافعة هذي شكون يتحكم في الهواء التاحة اللي هو موزع نسميه ثنائي الاستقراء موزع أجمع ثنائي الاستقراء كيف تغذي دي آزين يمشي خطوة الأمام ويخلي الساقة رافعة تخرج لو كانت تحب ترجع الساقة رافعة الحالة الابتدائية لازم تغذيها تغذية العكسية واش لازم تدير تغذي الموزع دي آناقص ترجع الموزع الحالة الابتدائية بس ترجع الساقة رافعة هكذا وهذه بلون الأحمر هذي جمعها هي فتحة الهواء هذا هو الكمبريسور يمدى الهواء حالة الابتدائية مقارنة شك تلاحظ الهواء وين يروح يروح الغرفة الأمامية بهذا الشكل والغرفة الخلفية وشي يصيرها يخرج منها الهواء عبر فتحة التسريب إذا الساقة رافعة واش ستكون راح تكون في حالة الابتدائية شوفوا شاش ندير جمع شوفوا شاش ندير هذه الرافعة واش سنديرها راح تحكم لي في دارة ثانية واش معنى انتا كي تخلص الساقة رافعة واشElite تضغط على الضغطة هذه كي تضغط على هذه الضغطة يتوهج المصبح صحي إذن هذه اليدلولة شتو الأس الأس هبتها هنا هذه الضغطة الأولوش سمتها الأس OK والأير ضغطة الثانية للترجع للموزع الحالة راحا سمتها الأير والمخرج كي يجمع هو حالة المصبح صحي الأس اللي تتخلي تمشي الموزع إلى الأمام الأير هي ترجع الموزع إلى الخلف ولكي هي حالة المصباح مفهوم مقارن هذي اللي دارت هم. هم احبا اتاكو شاحن دير. نشوف الاس وش دير والار وش دير. شوف معايا من مقارن. اول حاجة وش نحن دير. شوف. شوف اغلقت على الاس. كين اغلق على الاس شوف الموزعش يصرى. شوف الموزعش يصرى له. تقدم خطوة الى اليمين. ايوه. كيتقدم خطوة الى اليمين. وش ولا البنوماتيك هذا كومبريسر باش موصول. موصول بالغرفة الخلفية. اذا الهواء يروح. يروح الغرفة الخلفية. اذا وش حيصر المكبس. يخرج المكبس. من بعدها المكبس هذا وش يدير. يغلق الدارة هذي. كي وش يساوي مقارن وش يساوي واحد. اذا اس ش دارت الدارة جماعة. جماعة كيضغط على اس وش صار من الصباح. توهج. اذا وش تقولوا لي. يقول لي يا استاذ الاس ش وظيفتها. وظيفتها التشغيل. منها اللي ينفعلها. وش تدير المخرج. تشغله. كما كنت لاحظون مصباح وش بيه. متوهج. اذا اس يساوي واحد. والار يساوي صفر. اذا اس اراه نشط. خط. خي قلتكم خط. كتلقى خط واحد تنشيط. صفر تخمي. اذا اس نشط. وش دار الاس تحكم في المخرج. وشغله. تشغيل بالمنطقة. وش ينظروا واحد منطقين. اذا وش نقولوا. مدخل اس شماناته. مدخل التشغيل. اذا ش نقولوا هنا يجمع. لما اس يساوي واحد. هاي ضغطة مغلقة. وار يساوي صفر. المخرج وش يساوي. يساوي واحد. والمخرج المنفيش حيكون مقرن. بما انه مخرج العادي يساوي واحد. المخرج المنفيش حيكون صفر. اذا وش نقولوا. نقولوا وضع في الواحد. اذا هل يتنشط الاس. نشط الاس واحده. وش يدير الاس يتحكم في المخرج ويشغله ويضعه في الواحد. بما انه منصباح متوهج. اذا توهج المنصباح وش ننظروا بالمنطقة التوافق وننظروا واحد منطقين. إذن مقارنة فأنت شو وظيفة الاس نفهم الاس مقارنة لو كان نفتح الاس وشا هي صراحة لو كان نفتح ضغط الاس نحي التأثير عليها وشا هي صراحة ما يرجعش الموزع ثنائي الاستقرار ما يرجعش من عيوب تعالى الموزع ثنائي الاستقرار عنده ذاكرة وش معنى كيف تضغط على الاس ويخرج مجرد تنحي يدك على الاس يبقى في حالة عمل ما يرجعش حالة راحة إذن مش تلاحظة هنا يا اس وشي ساوي وشي ساوي السفر والار يش ساوي السفر إذن هنا وش نقول مدخل اس خامل ومدخل الار خامل ووش مصبح وش يبقى م coding به يبقى محتفظ بالحالة السابقة اسكو نفعل مصبح وماتفعش كما كتلاحظ مصبح وماتفعش إذن وش نقوله في هذه الحالة نهار اللي نخمّل اس ونخمّل الار فهذه الحالة شوف إذن مخرج موقبل كان واحد ويبقى واحد يبقى واحد واحد حتى نغير الحالة إذا نقول إذا كانت حالة سابقة كي أن تساوي واحد كي أن زيد واحد اشتساوي تساوي واحد ونفي انتحها الصيفة إذا هنا وشو نقولو كتعود المداخل آير والأس خاملة المخرج وش يدير يحافظ على الحالة السابقة صحيح بعدها ندير حالة ثانية جمعني خليت للمكانتها رخوا لي بعدها مقرار مقرار لو كان حب رجع رافع حالة ابتداء وحب نطفل المصباح وش لازم ندير وش لازم ندير لازم نضغط على آير صحيح لازم نضغط على آير لازم نفعل آير شو كم فعل آير وش هاي سهرى الموازع شو كم فعل آى هاكذا بهذا الشكل اى شوفوا الموازع وش صارا له اذا يرجع الحالة الابتدائية وقر يرجع الموازع الحالة الابتدائية يشوف الكومبرسور هذا ولا مربوط من الغرفة الامامة وش يولي الهواء يدخل بهذا الشكل الغرفة الامامة يا وش يصرى المكبس professionals يرجع لحالة ابتدائية إذن في حالة ترنشية شوف حالة المصباحة مقرآن وش يساوي؟ يساوي السفر إذن المقرآن كين ساقسك شو وظيفة أير؟ وش دات المخرج؟ وش دات المخرج؟ هنا وش دات له؟ مسحاته إذن في حالة أير يساوي واحد إذن قولوا بلي أير أصبح ناشط وكيعد أير ناشط وش يدير يمسح المخرج إذن أير اللي سميته رسات وش وظيفته؟ في حالة التفعيل يمسح المخرج إذن أير شو وظيفته؟ وش نسميه مدخل توقيف مدخل التوقيف إذن أير سوى مدخل تشغيل ولا نسميه مدخل وضع في الواحد والأير شو نسميه مدخل التوقيف ولا نسميه مدخل وضع المخرج في السفر إذا كان مناشط إذن هنا نرجع لهذه الأير يساوي السفر الأير يساوي واحد معناها أير هي أكتيف الأير شو تدير تمسح المخرج إذن كين زيد واحد حالة جديدة للمخرج وش تساوي السفر نفي نتاحها واحد إذا هنا وش نقول وش وظيفة الار وظيفتها ووضع المخرج في صفر في حالة نشاط اير صحيح مقرأة وش رايك لو كان نفتح لذاقة اير وش يسرع هاني فتحتها وش صرع مصباح اسكت بدلت حالة ايو مصباح مقبل وش كان كان منطفئ كيف تحت الار بقى منطفئ إذا وش نقولوا نقولوا هنايا الحالة السابقة وش كان كانت صفر الحالة الجديدة كيف تحت الار كاعدت قاعدة تسافر إذا وش اكما تلاحظوا كي ال كانت صفر كي انزيد واحد بقى تسافر لك نخلي وهكذه تجمع ديمة اصفر وش يبقى المصباح ديمة صفر مطفئ يبقى يحافظوا على الحالة السابقة إذا then حالة السابقة صفر كي يساوي الصفر كي انزيد واحد وش تستاوي صفر ش نقولوا الذاكيره فذهزان يقصد كل مجمع بصوره من الأجمال لماذا نقول لنخرج لسؤالهم لنقول أن T01 بصوراه يَأخذ حالت K0 السابقة إذاً كيعطين أن يقول O0 و جؤال أن time صورا R و E0 suff齐 Ex-6 الذي جدا إذا كنتك في حالة سابقة السفر حالة صفر Mate 0 إذا كنت كنت سابقة حالة صفر eye 1 حالة جديدة طفلا إذا كنت ب Mulightows حالة البقار مما tema حالة جديدة هي Q-A إذا And S و R يعودوا خاملين وما سيقولوا المخرج معزول على المداخل وكعود المخرج معزول على المداخل فيما حالة الذاكرة مقارن وشيل حالة لبقاتنا نزيد ثى استيوها حالة اللي بقاتنا طالدا المقارن ما cosm mañana частرا شاsin سر شايا صرا له وهذه الحالة نسميه الحالة ممنوعة غير مرغوب فيها واشا كground مصباح, مصباحه شبيه مصباح راه منطفي من أي أنه نفعل إ следующه وفي نفس الوقت نفعل وما حاناتها نص erm الحالة الممنوعة لازمنا هذي الحالة نتفاداوها وش تلاحظ المخارج مقرأ شوف المخارج كي وش يساوي صيفا وكي باروش يساوي صيفا أسكو هذي معقولة كي المخرج العادي يساوي المخرج المهم فيه صيفا يساوي صيفا يساوي واحد ماكاش من هذي ماكاش من ههه حاجة تساوي نفي إنتاحه إذن هذي الحالة وش نسميها سميه حالة ممنوعة وبما أنه كيف فعلت للأس والأر مع بعض المخرج يخرج لي زيرو إذن هنا وش شو نسميه قلاب آرس؟ قلاب آرس ذاكرة بأولوية التوقف مقرر لا سميتها أولوية التوقف شو معناتها أولوية التوقف؟ معناتها كن فعل آس و آر مع بعض المخرج لمن يروح يتمسح يتمسح وكأنه الآر هو اللي يتحكم فيه إذن هذا قلاب إنجاز بوباتنور نسموه قلاب ذاكرة كهربية بأولوية التوقف صايمة في مجمع عام إذن آس إذن قلاب يحتوي على مدخل آس والآر الآس وضيفته إذا فعل أو إذا نشط وش وظيفته يتحكم في المخرج ويضعه في قيمة واحد والله نسميه آس وظيفته مدخل تشغيل المخرج صحيح والآر جمعه وش وظيفة نتاعه نسميه مدخل التوقيف كن فعله الآرش يدير يمسح المخرج على باكم وش هي عيوب تعقلها بآرس أجمع وش هي العيوب تعقلها بآرس كي تنشط الآس الكي يبقى واحد كي تخمل الآس الكي يبقى ديما واحد بات يقلبو زيرو بات يقلبو زيرو شكل يقلبو زيرو يمسحوا هو تفعيل مدخل مفهومة مقارن ماريق لون خلاص هاي اوكي روحوا لي بعدها مقارنة مقارن شوف معي لو كان نجيبو نجيبو المطرقة ونجيبو نكسروا بقلب ديجا هذه المطرقة لو كان نخطو بها القلب بتكسر كان نجيبو واحدة صغيرة كما عقل هذي مليحة ولا مش مليحة مطرقة صغيرة لو كان نكسر هذا القلب مقارن وش نلوبون يداخل تاو شوف شكينه فيها شوش كين فيها وشيهمه هذو هذو بوابات بوابات الجماع وفيها النفي اذا نسميها بوابات نار اذا نقلب لا نسميه قلب ارس انجز بوابات نار لانه فعلا في التركيبة الداخلية تاو يحتوي على بوابتين نار هذه البنية الداخلية تاو انا مش هحركزكم على المعادلات بالنسبة للمعادلة من فيها حتى هدف معادلة المليحة الاشخاص يجيو يخدموا القلابات هكذا فيما انو احنا راح نستعملوا قلابات نخدموا بمعددات وسجلات لازمنا نتكونوا نفهمهم مليح ما نبقوش نديما نضروا على المعادلة في نهاية ما نديو حتى حاجة اوكي يعني خدمة تعنا وشي هو نزمنا نفهمه القلب مبدأ عمل القلب صحيح هاي اجمعوا روحوا لي بعدها بنزيدوا نفهمهم مليح قلب وش عطيتكم عطيتكم هذا مثال مقرن استاذ تعك يديه يشبه القلاب آرس استاذ تعك بن عربية يديه يشبه القلاب اليد اليمنى اللي هي يكتب بها في الصبورة واليد اليسرى اللي يمسح بها صبور را كماركز معي مقرنة شوف يد اليمنى وشي سميتها سميتها الاس الاس خي وضع الواحد الاس للكتابة والا روش هي الالواشة مقرر للمس صحي مقرر شوف الاس مديت لا زيرو والار مديت لا زيرو شغل ما مديتش طاقة يدي اليمنى وممدش طاقة يدي اليسرى الصبور وش يبقى فيها تبقى فارغة تبقى في حالات احتفاظ راك تشوف كاش مكينة كتبا وكاش كتبه لو كان حب نكتب مقرر وش لازم ينديل وش لازم ينديل لازم يمد طاقة اليد اليوميه فيها لفيها القلم شوف لو كان الاس مدلها واحد شو مشي هسره شوف 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 تلاحظ وش ركتلاحظ راتكتب راتكتب ايوة لو كان لو كان خليها كنا تبقى يد تكتب لو لو كان اس مدلها زير وش سيصره شوف شي هسره خملت الاس وش سره تبقى تبقى حالة احتفاظ اسكو هذي الكتبات تمحات ولا ما تمحاتش كي ديزاك تيفيه الاس ما تمحاتش اذا هنا وش مع انتا كين ديزاك تيفيه الاس وش نقوله المخرج يحتفظ بحالة السابعة مقرر لو كان جي نمسح الصبورة وش لازم ينديل فاري الحالة يدي اليوسر وش لازم ينديل مدلها الطاقة لازم ينديلها مدلها واحد منطق النشط هالما ديت الار واحد شوش يصره شوف وش صره تمسحت صبور لو كان الار مدلها زيرو وش يصره تبقى صبورة ممحية اذا اس شو وظيفتها الاس كي تنشطها الكتابة ولا تشغيل المخرج ولا وضع الواحد والار وش وظيفتها عندها وظيفة واحدة وش هي كي تنشطها وش ديه تمسح المخرج ولا تمدله الصيفر ولا بنسبة لاستاذ الارش وظيفتها تمسح الصبور هكذا جماعة شكل يفتح لك جماعة نبلوكية اصبر شوف شكون هذا محمد حسنا وذوقنا بلوكية محمد حسناو صحي مقرن كش ما كان الاسئلة بكيانش مكمل هيا مقرن بانزيد نفهم مقلب ارس الاس والارا مقرن الاس وظيفتها خي مدخل اذا نشطة وظيفة وضع في الواحد والار مدخل اذا نشطة ووظيفته ووضع المخرج في الصيفر صحيح وبما انه لنا خط اس مدخل على شكل خط وش نقولوا نقولوا الواحد ينشطوا والصيفر يخاملوا بنا فهموا رسم ليح نديروا السيميلاسيو جماعة شوف يا جماعة هاني ذرتكم السيميلاسيو بهذا الشكل اكي من بعدها نجيبو الزواغط شوف معايا مقرن مقرن لو كان نضغط على اس وش هيصرا نضغط على الضغطة هذي نفعلها شوف وش يصرا المخرج وش يسوي يسوي واحد والمخرج المنفي وش يسوي السيفر اذا اس وظيفتها ووضع في الواحد لو كان نفتح الضغطة مقرن وش يصرا لو كان نفتح الضغطة شوف حالة احتفاظ مصباح كي كان متوهش كيف تحت الاس وش ببقى متوهش سهل ومش سهلة صحي رياض لو كان نضغط على الو كان حب نطفي المصباح ما عندي حتى الطريقة تقدر طفي غير الار الار هي اللي طفي لازم ينكتيه الاشا كي نكتيفي الار شوف كيوشي ولا يسوي ولا يسوي السيفر وكيبار يسوي واحد لو كان نفتح الار شوف احتفاظ نغلق الار وضع في السيفر نفتح الار احتفاظ نضغط على اس وضع في الواحد نفتح الاس احتفاظ بالواحد نضغط على الار وضع في السيفر نفتح الار احتفاظ بالسيفر صحي لو كان نضغط عليهم في زجو مقرر شوف شوف شك تلاحظ هنا شوف المصابح الكيو كيبار وش يسويه زيرو زيرو ايو حالة ممنوعة كيفاكي يسوي كيبار وهذا يسميها حالة ممنوعة وهنا وش يسميه قلب ارس سميه ذاكرة الالكترونية بأولوي التوقف ما معنى اولوي التوقف؟ اولوي التوقف ما معنى كين اثر في المدخلين في آنين واحد المصباح حتى على المخرج يكون يسوي السفر صحيح كيت اثر عليهم في زوج شوف المخرج اذا كان يسوي السفر وش معنى اولوي التوقف؟ اذا اثرت على المدخلين في زجمع بعض وكيتوا يسوي واحد يقولوا اولويه التشغيل جماع هذا بنسبة القلب الارس رحو شخص جديد ايوه شكون يطلع شكون يطلع قلنا دو زيان شكون 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 يطلع صحيح مقارن صحيح 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 اي اجمع كوبيو هيا كوبيو كامل ايا ايوه شكون اه رؤا تفضلي هيا رؤا رؤا بعث لك اوتوريزاصي وقبل طلب هيا اوكي رؤا اخي شفت البداية اللي كنا نحكيوا عليها عرفنا باليقالة بارس انجز بوابة نور وش الحاجة مميزة تعوه انه الاس والار باش ينشطوا ينشطوا بالواحد ويتخملوا بسه صحيح وعرفنا الاس عنده وظيفة واحدة الاس اذا نشطوا شيدير يشغل المخرج والله يضعوا في واحد والار اذا نشطوا شيدير يمسح المخرج صحيح واذا خمت الاس والار مع بعض يولي مخرج معزول بالنسبة المداخل والمخرج كيعد معزول يحتفظ بالحالة السابقة ها قدعا اذا نحن ديروا ملخص تعالقالة بارس انجز بوابة نور اذا الاس سميناه مدخل وش وظيفته اذا نشطة او فعيلة وش يدير مدخل وضع في واحد وضع المخرج في واحد والار سميه ريسات اس سمتها سات والار سميه ريسات وش وظيفة الار اذا نشطة وش يدير المخرج يمسحه اذا مدخل وضع في الصفة ووضع المخرج في الصفة والكي يسميناه مخرج والكي بارش يسميناه مخرج المنفي واهم حاجة اهم حاجة جمعه حيث الار والاس بما انه قيتهم على شكل خطة ولا قيتهم بالبوابات نور وش نقوله الار والاس ينشطاني بواحد يعني كيتمدله واحد ينشط ويتحكم في المخرج وكيتمدله الصفة يخمل يولي معزول باسبع المخرج من بعدها وجدرنا رؤى خرجنا جدول التشغيل اذا الاس والار مدينة هم زيرو زيرو في زوج معناته في زوج نقوله خاملي يولي المخرج معزول ومخرج شيدير كيان زيد واحد يحتفظ بالحالة السابقة اذا كانت صفة حالة جديدة صفة اذا كانت حالة سابقة واحد حالة جديدة واحد اذا كانت حالة سابقة كيان الحالة جديدة هي كيان هكذا الحالة الثانية الاس مدينة زيرو والار مدينة واحد كل من نشطه نشط الار والار هو رسيف شو ضيفته مسح المخرج اذا المخرج يساوي يساوي السفر والمخرج من في اكيد العكس إذا نشط المخرج يمسح وضع في الصفا. الحالة الثالثة إذا اكتيفيت الاس وديزاكتيفيت الار. شكري يتحكم في المخرج. اللي هو الاس والاس ووظيفته. وضع المخرج. في واحد في حالة التشغيل. إذا كي ان زيد واحد يساوي واحد. وانه في التعب بالطبع يساوي صيفا. والحالة الأخيرة اللي هي الممنوعة ولازمنا انتفاداوها كي نشطه الاس. نقوله ونشطه الار. وكنا نقول يا مخرج كون واحد. في نصر الوقت نقول يا مخرج لازم تكون صيفة وهذه يسميها حالة ممنوعة لقينها 00 سمينا القلب أولوية التوقف بسكو المخرج يساوي الصيفة وهذه نديرها سلاش سلاش اوك من بعدها المخطط زمني رؤى اذا كوش احنا خدمو رؤى اوش احنا خدمو مخطط زمني جماعة اهم حاجة عندكم في القلبة هي المخططات الزمنية هنا اعطى لي مخطط زمني تعقل لاب ارس قبل ما نخدم مخطط زمني نشوف الاس والا رؤى اسكو اعطى لي اس ولا اس باع شوفي هنا اعطى لي اس اعطى لي اس اعطى لي اس اعطى لي اس كي اجماعة كي مدلك اس شو معناتها كي مدلك اس بدون نفيش معناتها معناتها هذا المدخل الواحد منطقي ينشطو والصيفر يخاملو انها لي مدلك اس بار في المخطط زمني افهم باللي صيفر ينشط الاس والواحد يخاملو كما شفنا في اداية الحصة جماعة بهم نكملو هذا المخطط زمني وش نديرو بما انو الار والاس عندهم نفس الاولوية وش نديرو اي تغير في الار و اي تغير في الاس نديرو له اسقاط على كل منحانيات بهذا الشكل شوفوا معاك هاني دير بلو الاصفر متقطع اي تغير في الار ولا اس نديرو اسقاط هكذا يعني اول حاجة تديرها لازم تدير هكذا من بعدها تدرس الار والاس بما انو اعطاهم الار والاس معناتها الواحد للترشيد وصيفر للتخميل الحالة اللي ابتدائيا نعطب روها الصيفر مدام اعطاها هناش شوفي معايا رؤى شوفي الار وش اعطالو اعطالو زيرو درت ربز اكس شو معناتها الار المدخل تعلمس حراهم خامل معناتها ما يتحكمش في المخرج الاس كده اعطالو قيمة الاس اعطالو واحد اخدمتو بلون اكتيف هذا رمز اوكي معناتها اكتيفي شكول يتحكم في المخرج الار ولا الاس هناك شكولها اكتيف اللي هو الاس شو وظيفة الاس كي يشغل مخرج بيشغل مخرج شمد له واحد منطقي اذا كي يجمعوش يساوي يساوي واحد منطقي خباروش يساوي نفي بتاعه هذي بنسبة الحالة الولى رؤى الحالة الثانية وش ركتلاحظي الار الار وش مديتلها مديتلها واحد ايش معناتها اكتيف والاس ش مديتلها صيفر ايش معناتها ديزاكتيف يا اذا كون يتحكم في المخرج الار ولا الاس والار وش يدير المخرج يمسح المخرج اذا المخرج يساوي صيفر منطقي وانا في انتاع وش هو واحد منطقي الحالة الثالثة ديزاكتيفيت الار وديزاكتيفيت الاس اخي الار والاس يمشوا بالواحد انا اعطيتهم زر ايش معناتها ديزاكتيفيتهم إذن أرؤى في هذه الحالة بما أنه الـ Air خامل والـ S خامل المخرج يعمل في هذه الحالة واشنقوله؟ نقوله المخرج راه معزول وحاجة مدى معزول على المداخل إذن المخرج في هذه الحالة يحتفظ بالحالة السابقة صحيتي إذن هذه الحالة الجديدة حالة السابقة واش هي صيفر every right حالة جدة واش تساوي صيفر إذن هنا شنقوله احتفاظ بالحالة السابقة صحيح إذن لنفتاحها 1 الحالة الثالثة Air M-Disactive S-Mac TV إذن تكون يتحكم في المخرج S إذن وضع المخرج في واحد والمخرج من في عكسه الحالة اللي بعدها Air M-Disactive خامل والS M-Disactive خامل بما أن المداخل خاملة المخرج يكون معزول على المداخل وبالتالي المخرج يحتفظ بالحالة السابقة الحالة السابقة هنا وش تساوي واحد إذن حالة جديدة واحد صحيح الحالة هذه جماعة جماعة هذه الحالة أعطيتها لكم بالعاني في المخططة الزمني ماشي حاجيكم مينة أعطيتها لكم بالعاني بتفهموش معانتها الحالة الممنوعة الغير مرغوف فيها مزال ماشي هذه الحالة هذه جماعة ماشي راكم تلاحظوا Air طيت له واحد منطقي معانتها روماك TV يتحكم في المخرج يمسحوا والS طيت له صيفر معانتها معانتها معزول على المخرج كون يتحكم في المخرج اللي هو رسات رسات ماشي يدلو يمسحوا صحي نفي تعوح روماك شو في هذه الحالة لمدتها لك الحالة غير مرغوب فيها وشاكت لاحظي Air مك TV والS مك TV راني نقول مخرج ضع المخرج في واحد في نفس الوقت نقوله لا لا ضع المخرج في الصيفر وشو نقوله في هذه الحالة حالة ممنوعة إذا المخرج شو يساوي بما أنه قلب AirS إنجز بوابة نور هو أولوية التوقف إذا المخرج كي يساوي الصيفر والمخرج المنفي يساوي صيفر وهذه الحالة ممنوعة على حالة هذه الحالة ممنوعة جمعة قلتها لكم بالآن باه تعرفوا باللي كان يجي قلب جديد متطور ومحدث اللي هو قلب جيكا على أخذ مقلب جيكا بيتخلصوا من هذه الحالات لو كانت صار لك هذه الحالة في القلب AirS يدين لك اختلال في التركيب بتاعك بايحلوا المشكلة هذا جابوا قلب جديد اللي هو جيكا صحيح رؤ pant سيفر ليعطيت هذي حالة وما تسميوها يستضل ممتن ممتن بالحالة الممنوعة شفتين إحتفافوا شي يجي يحتفظ جاء واحد يحتفظ بالواحد جاء السيفر التي يحتفظ platz بته يحدث ممنوع وهنا وهنا مرد ماذا قدرت هنا؟ أعطان سيو أعطان سيو أعطان سيو أعطان سيو هذا يسميها حالة ممنوعة غير مرغوب فيها أنا أعطيتها لكم بالآني بتفهموها بار كجمع تالي في الامتحانات ما تجيش حالة ممنوعة كيف هو يقول لك حالة ممنوعة يعطيها لك في الامتحان ما كاشمع أوكي هذا بنسبة للقلب هل كانت أسئلة أرؤى هنا؟ كانش وكاشمع كانت أسئلة من الأخرين؟ بقية أفو أوكي رحوا لي بعدها إسراء إسراء كيعدوا واحد واحد ما نعكسوش حالة سابقة بس كو هذا قلب أرس شكو اللي يعكس الحالة السابقة؟ هو قلب جيكا هو قلب جيكا اللي احنا ندرسه حصة الموالية إن شاء الله ريضا ريضا يا يمد لك بتعرف الأولوية يا يمد لك القلب تعرف الأولوية تشغيل واحد ولا صفر إذا ما بدكش قلب يمد لك رسم الرسم إذا كتب لك إير معانتها أولوية واحد معانتها الإير ينشط بالواحد ويتخمل بالصفر إذا حاب يقول لك يمشي بالصفر يعطي لك إير باع يكتبوا لك إير باع صحيح جماعة روحوا لي بعدها بوابات إيرس إنجاز بوابات نا روحوا قلب جديد قلب إيرس إنجاز بوابات نا هنشوفو يمشي بالمستوى الأدنى شكون اللي يشارك يا جماعة شكون اللي يشارك شكون اللي قلت لقبي له رؤى صاي روحولي بعده شكون اللي قلت لها هيا جماعة اللي قلت لها ترفع يد هيا أيوة عربي عربي تفضل عربي عبدو حكس معي فيها عربي رح ندخلو رح ندخلو قلب واحد اخر هو قلب رس مي وشفرق ما بينه قلب الول هو إنجاز بوابتنا بعد نشوف البنية الداخلية تعاني لو بوابتنا آكي شوف عربي هيا شوف عربي وشفرق ما بين قلب الول وقلب هذا شوف الار وش زدنا لهم نايا منفيين هنا بالبقى منفيين وش معنى تخط دائرة هذي يا عبدو معناته الار والاس إذا ما ديت لهم السفر وش يصر لهم يتاكتفوا يقولوا يتحكموا في المخرج إذا ما ديت لهم واحد شي يصر لهم يتاكتفوا يقولوا يمعنى حتى دور صحيح ما يتحكموش يقولوا معزولين على المخرج آيوه إذا وش نقولوا اسبر هذا المدخلو وش نسميه خيرنا نرزوله اسبر إذا اسبر شوف معي اسبر شسميه مدخل تشغيل دماغ وضيفته تشغيل وش معنى تشغيل معنى تهوضع المخرج في واحد إذا إذا ما ديت له زيرو وش يولي ينشط لا لا ما تقول ش يولي واحد كيتمد له زيرو هنا وش يولي ينشط ينشط يولي تحكم في المخرج يتحكم في المخرج ووظيفته وش يدير يقلب مخرج واحد صحي وإذا ما ديت له واحد منطقي اس يخمل وش معنى يتخمل يتحكمش في المخرج يولي معزول على المخرج وكأنه دارة مفتوحة يقول لي عنده حط دور مع المخرج نصط طريقة ما ش معنى ته مدخل توقف مدخل توقيف المخرج والله وضعاً مخرج في صيفر إذا ما ديت له كذلك إذا ما ديت له صيفر يولي يولي ناشط فاعل يولي يتحكم في المخرج ويمسحه وإذا ما ديت له واحد منطقة ويولي ما عندهش علاقة بالمخرج ويولي ما عنده حتى دور بالمخرج صحيح مفهومة هذي نحن نخدمه جدول حقيقة أم باش نخدمه لكم أحن نخدمكم جدول حقيقة بمنية داخلية وش معنا نخدمكم اس بار وار بار جماع حاولوا تفهموا الجدول بهذا الطريقة سهلة خير كيمدلك خط دائرة اكتفوا الجدول الحقيقة اس بار وار بار ونهار لو يقول لك خرج لي جدول بار واس سهلة من في نهاية الحصان عطيكم الطريق متفاهمين عبدو ايه مجمع عبدو أول حاجة نبدو بها لو كان اس مدولها زيرو والاس مدولها زيرو شتولي ناشيطة واش تقول هاي مخرج لازم تكون واحد صاعة ولا لعب واحد الآن مجمع عبدوا هالصيفة وش تولي كذلك ناشيطة واش تقول موجه مدوله الصيفة ما أن تلاحظ على أنات واحد هيتحكمه في المخرج هذا تقول له لازم تكون واحد وهذا لازم تكون صيفة اذن هذي الحال واش نسميه هاه النار صحيح، أي حالة ممناعة حالة ممناعة صحيح حال ممنعة، انتظر نتيجة تحاول finished واحد واحد اس كو كباريسيوي كي هذه منطقية وهو نتيجة تعال ماذا عددنا색 الاس هوえる is نشاط الواء الوliyor اللي عبطرت له 0 yeah is number oder ماذا يعيش بسم اختير الاس هو ق trajet hr كالبو واحد المثلس في الثالث معرفتها واحد والش نستطيعه اختير لس الاجات والفعل ي Sharon بإذن لن يتعاون لذلك المثلس في mer التعني هذه الأنواق سوف lle جلباء ولك أيضاüp ، نحن نسبها هنا اس ما كتب واحد صفر اذا وضع في الواحد بسبب بسبب نشاط اس بار صحيح حالة الثالثة الاس مديت لها واحد الاس وش معنته ديز اكتيفيتو والار مديتو زيفر وش معنتها اكتيفيتو والارشي دي المخرج يمسح المخرج اذا وضع في الصفر صحيت اذا كي وش يسوي كي ان زيد واحد صفر والمانفي مش يسوي واحد اذا وضع في الصفر لو كان مدلهم في زوج واحد واحد عبدو هذي مديتو اكتيفات اذا ش نقوله مديتو اكتيفي والآن مديتو اكتيفي بما انه مدخلين في زوج مديتو اكتيفين نقوله المخرج كيوشي ومعزول معزول عن المداخل وهذه الحالة مخشي وليدير يحتفظ بالحالة السابقة اذا كانت حالة سابقة صفر حاجة جديدة صفر اذا كانت حالة سابقة واحد حالة جديدة واحد واذا كانت حالة سابقة بصفة عامة حالة جديدة وش سميها؟ كي أن بار يحتفظ مش يبدأ لولا كي أن بار وثانية كي أن بار صحيح ايوه شكول لهم مك تيفي لك رحوا لي بعدها هايا إذن وش نقوله في حالة S بار يسوي واحد R بار يسوي واحد ما عندها ديزاك تيفيتهم بالواحد وجمع اللي ما فهم شديد يبدأ يبدأ بداية الحصار يفهم مش معناتها الواحد للترشيد والصيفر للترشيد وقتها نقول واحد نشاط وقتها نقوله صحيح إذن هالي الذاكرة صحيح كمان نعم لو كان نجيبوه مطرقة ونكسروا القلب هذا وش نجيبوه في أسطوها عبدو؟ بوابة الزائد نعم مخمت مطيق بوابة نعم هاي بوابة نعم بوابة نعم فوش هي بوابة الضرب وفيها النفط صحيح؟ هذه بوابة نعم تفاهمين؟ وهذا المدخل يسميه أس بار وهذا وش نسميه أير بار صحيح تقدركم شا حنديرو؟ راح نديرو السيميلاسيو عبدو حابين ديرو السيميلاسيو شوفوا باهنا فهمو ولا لا صحيح شوف عبدو لو كان هاي وشوف معايا لو كان مثلا هاي هنقول باش نبدأ لو كان مثلا الار مدو الها زيرو والاس مدو الها زيرو شكلها ناشط الار ولا الاس الار بار ولا اس بار هنا ديك الاس بار ناشط الاس بار هاي مدتها واحد منطق هاي مدزك تيفيا مع انت الار بار ناشط مع انت الار بار وش هكتلاحظ كي وش يساوي كي يساوي السفر وكي بار يساوي جماعة كيبار مازلوش نحكو عليها دي ما نحكو عليك صحيح لو كان نسألك سؤالة عبدو لو كان نفتح الضغطة هذي وش هيصها الضغطة اس هالي وش هيصها اه ممنوع صحيح وش تولي تولي الار اير طيت لها الصيفة الماك تيفيا خيتي اير باطمش بصيفة والاس فتحتها وش معانتها ماك تيفيا معانتها الاس يتحكم في المخرج شوفوا المخارج شوفوا الكيو كيبار واحد واحد حالة ممنوع صحيح لو كان نغلق الأير واش هايصار عبدو كنا نغلق نغلق وباتي في واحد صحيح كيف يعهدها وكن اجمع نغلق laير معانتهاfund المدلتها واحدة ولات لايس مج вес و الاس بار secretary و Danielle وما اصالها ركترو ما اتوبال المنطقه الأيام تحتكلم في المخرج تشغير والأير بار لاتشغير والالتوقف لو كان نغلق الاس بار صار عبدوش يسرع. باتي كله كنا نغلقوا الاسبار. هيا. تبقى واحد. تبقى احتفاظ. اجماعة شوف الحالة سابقة واحد. وكان ديزاك تيفيها ولت واحد واحد معنات اس بار ماك ديزاك تيفيها اربا مديزاك تيفيها قات محافظة على كي صايف. هيا نزيدوا نديروا احتفاظ الطريقة الثانية. شوف عبدو نضغط على اير باروش يسرع. كي نفتح هذي. نضغط على اير بار نفتح هيا ايا. تعطيك سفر. صحي وضع في السفر صحي كي يسوي السفر كي باي يسوي واحد. لو كان لو كان نغلقوا اير بار وش عحيسره. يكون نغلقوا اير بار. هيا تبقى واحد. هالي هادي مش ممنوع. انا اربار اصبع. خلنا نمشي بصفر منطقي. صفر منطقي للتفعيل واحد منطقي للتخمين. تبقى سفر هنا كي با. ايوه تبقى الصيفة واحتفاظ بالحالة السابقة. ايوه اذا وش نقولوا في هذه الحالة. نقولوا القلب اير اس انجاز بواب اثنان. هو المثل ومثل قلب اير اس انجاز بواب اثنان. وش حلق ما بيناته. مش حلق ما بيناته. حالة ممنوعة. لا 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 ما نحكوش على حالة ممنوعة. خلنا مع حالة ممنوعة. فالقلب اير اس انجاز بواب اثنان رجمع. ومنا نقول اس والار على خط. معناته الواحد يفعل. والصفر ش يدير? يخمل. يخمل. هاي. والقلب اير اس انجاز بواب اثنان. وش نقولوا نعم زولوا? اس بار واربع. اس بار والصفر اللي بتنشير. اي ناشطو. والواحد وش يدير? يخم. صحيح. هذا بنسبة الواش? بنسبة القلب. اه عبدو صحيح. قابل ميكروفون تاعك ونشوفو شخص اخ. هاي شكون اللي مزيل اللي قتلو قبيلة? هاي اجمعاء اللي يطلع يحب يطلع يرفع يدو. خاصة اللي قتلو قبيلة شكون? ايوه شكون شكون? اه سموه? سعودي. سعودي سعودي تفضلي. سعودي يعني بتتلك اوطوريزاس. سعودي. فضلي سعودي. هاي سعودي. هلو? سعودي. ديري قبول. سعودي. ما لا هنشوفو شخص واحد اخر ما دم كونيكسيو بتاعك ضعيفة. بوشرة تفضلي. بوشرة ارفع يدك بها ناكتي بيك. ورا بوشرة ورا. بوشرة تفضلي. بعث لك اوطوريزاسيو. هايا بوشرة. اه. اه. اوكي بوشرة رحو حاجة لي بعدها اللي هي وش هي ملخص انجاز بواب اثنان. اذا انوش هي الحاجة اللي عرفنا في القلب انجاز بواب اثنان. اذا انوش سمينا ما دخلتها وش يعني سمينا S bar R bar. صحي وش ما قالت S. Studies سالäh يشتغل في السفر يشتغل بالسفر والواحد يخمر والاس ماله وظيفته عنده وظيفة واحدة كيف ينشط وضع في واحد والآن عنده وظيفة واحدة كيف ينشط يمسح المخرج إذن كيف قلنا المدخل وضع في المخرج في واحد ينشط في سفر ويخمل بالواحد والآن كيف ينشط بسفر يخمل بالواحد وكيف هو المخرج إذن لو كان نمده 0-0 وش نقوله S بار ناشط وR بار ناشط وش نسميه حالة ممنوعة والمخرجين المتعاكسين خارجوا 1-1 نقوله القلاب إلس إنجاز بوابة 2 بأولوية التشغيل ذاكرة بأولوية التشغيل صحيح الحالة الثانية لو كان نمده S-0 والR-1 وش ما اكتيفينه هنا اكتيفينه S وضع المخرج 1 الحالة الثالثة لو كان الR مده لها الصفر ومده لها 1 معنى تاكتيفينه روسات وديزاكتيفينه S-0 روسات شدير تمسح المخرج صحيح وضع المخرج في الصفر والحالة الآخيرة الS بار مده لها 1 والR بار مده لها 1 وش ما معنى تاكتيفينه هم في زوج كين داكتيفينه هم في زوج مخرج معزول يحتفظ بالحالة السابقة صحيح وهنا وش نرحب حيث الR بار والS بار ينشطاني بالصفر ويخلقهم بالواحد لو كانت حبت اكتيفي واحد منهم مدله صفر معنى تاكتيفينه فقط لو كانت حبت اكتيفي وش تمدله واحد معنى تاكتيفينه وعكس القلب بارس إن جاز بوابات نعم صحيح ورخوا المخطط زماني شوف يا بشر مخطط زماني مخطط زماني هنا بها قبل ما تخدم مخطط زماني ركز عليه S و R شوف يا وش نطع لك S و R وش نطعهم أيو جماعة كيمد لك أي حاجة فوقها بار أفهم صفر التنشيط واحد تخدم الواحد إنهان ميمد لكش النفي وش ما تفهمها تفهم الواحد للتنشيط والصفر صحيح شوف يا بشرة أول حاجة وش لازم يبهن ديرو ديرو إسقاط لكل تغيرات سواء في ال R bar أو S bar بهذا شفتين آكي 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 من بعد نبدأوا الجزء الأول R bar هنو ش بقده مدينة له زيرو شو معناته منشط والS bar ش مدينة له واحد معناته مخمل ش كون يتحكى في المخرج ال R ولا ال S في الحال R ال R إذن المسح إذن كي يسوي السفر المخرج المنفي إجمع المخرج ما في منحكوش عليها دي معاكس من المخرج كي أوكي روخوا الحالة الثانية ال R bar مدت لها واحد شو معناتها خملتها وال S bar مدت لها واحد خملتها إذن المخرج شو يدير فين الحالة ذاكرة ذاكرة باش يحتفظ حالة سابقة صفر حالة سابقة صفر صحيح نفيتها واحد الحالة الثالثة ال R bar مدت لها واحد شو معناتها خملتها خملتها وال S bar مدت لها واحد شو معناتها اكتيفيتها باللون الأخضر جمع اللون الأحمر شو معناتها ديزاكتيف ولون الأخضر اكتيف هكذا إذن ال S bar اكتيفيتها وال S bar وضعتها وضع في ال واحد صحيح المخرج شو يكون سفر الحالة الرابعة ال R bar عطيت لها زير شو معناتها الـ Air هو Active بتاع المسعر هو Active وتع وضعه في الواحد قطيت له واحد منطقي S-bar معناتها رههم Desactivate إذن وضعه في الصيفة معناتها الـ Air هو اللي يتحكم في المخرج هذا نفيك الحالة الخامسة الـ Air bar بتاع المسعر Desactivate 2 وضعت له واحد Desactivate 2 بسكو Air bar والـ S-bar قطيت له واحد معناتها Activity 2 وش كل يتحكم في المخرج Air bar ولا S-bar S-bar وش وضعه في الـ S-bar وضعه في الواحد وضعه في الواحد الحالة هالي اللي بعدها قوليلي وش هي بشرة واحد واحد حالة ممنوعة واحد واحد دركزي مليح واحد واحد حالة ذاكرة صح حيتي معناتها Air bar ماديت له واحد معناتها Desactivate 2 لو كان جاء Air لو كان جاء Air فقط وعدت له واحدة ولا Active بسها Air bar يمشي العكس Air bar صحيح إذن Air bar Desactivate 2 ومعناتها حالة الاحتفاظ باش نحن نحتفظ حالة سابقة قدها حالة سابقة واحد معناتها حالة جديدة تحتوظ بالحالة السابقة إذن واحد وإن هنا في التاحة وش هي صيفة والحالة غير مرغوب فيها بالعيني أعطيتها لكم بها تشوفوها إذن Air bar كده ماديت لها زيرو زيرو والأس بارش ماديت لها زيرو زيرو إذن Air راه يقوله راه يمسح في المخرج وفي نفس الوقت الـ S راه يشغل في المخرج إذن هذه الحالة وش نسبيوها حالة ممنوعة وش تخرج المخرج تاحة في رأيك واحد لأنه بأولوية التشغيل أولوية التشغيل إذن كي يساوي واحد وكي بار يساوي واحد وهذه مكاش منها أنه كي بار وش يساوي يساوي كي وإذن لو أنتها لكم بهذا اللون ودرتكم بلاكاتها ممنوعة حالة ممنوعة بسبب هذه الحالة بسبب هذه الحالة حصة عنها الخمسة إن شاء الله وش نحن ندرسه نحن ندرسه قلب جيتا ونتخلصه من حالة الممنوعة صحي نكملوها بوشرة بوشرة جيك سؤال يعطي لك قلب رس إن جز بو و باتنين ومو بك كمالي هذا الجدول مو يمتلكش أس بار و أربار يمتلك أس و لأر كيف ندير في هذه الحالة كيف نتصرف نعرف نحفظه ماشي تحفظه لا لها سهلة بسيطة شاوش ندير شاوش ندير جماعة جيك سؤال أعطي لك قلب رس إن جز بو و باتنين ونستطيعكم ديما يخدم بالأس بار و أربار يخدم بالبنية الداخلية بصح في السؤال يعطي لك جدول يقول أكمل لي الجدول أس و أير لهذا القلب شاوش ندير بسيطة 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 وش ندير انتي مارا لولا أخدمي هذا الجدول العادي أخدمين بأس بار و أربار صحي كيف تكملي وش ندير هيا نبدو ننقلو شوفي بما أنه نبدو في السطر الأول جماعة شوفوا معي هذا السطر الأول أس بار يسوي السفر و أربار يسوي السفر وش كيفة أس و شي سوي أر و شي سوي بما أن أس بار يسوي آيوة إذن هذه القيمة الليها ممنوعة شوفي شنديلها نسيلكسيونيتها بلون الأخضر بما أنه أس بار يسوي السفر و أربار يسوي السفر مع بعض إذن أس شي سوي واحد والأر يسوي واحد أس بار يسوي السفر إذاً هذه القيمة وننقلها ننقلها سطر آخر في هذا الجدول بهذا الشكل بما أنه معنى سيسير واحد معنى هذه القيمة على الجدول ننقلها هنا سهل ولا سهل سطر دوزيام سطر دوزيام سطر دوزيام شك تلاحظي سيسير واحد سيسير واحد سيسير واحد ثلاثة إذاً قيمة هذه ننقلها هذا الصيف إذاً وشتولي هنا واحد وهنا سيفر وهنا شنقوله وضع في واحد كمنا زلزوجة ونرحو ثلثة سبار سيسير واحد واربار سيسير سيفر إذاً سيسير واحد سيفر والار سيسير واحد إذن هذه الثالثة إذن القيم هذا تعال كي زاد واحد OK ننقلها هنا ننقلها با هذا الشكل إذن وش هو وضع فالصيفة فالصيفة طيب والحالة الأخيرة الحالة الأخيرة اللي S بار يساوي واحد وR بار يساوي واحد إذن S إذا سوى 0 صيفة المعلمتها القيم بتاع هذا الجدول ننقلها السطر الأول إذن وش تسميه هذه حالة احتفال شوف الجدول هذا يشبه قلب ينتسبه والباتنور وما يشبه له نفس القيم مش راك تلاحظي وش ولا ولا واحد للتفعيل هذه أول حاجة اشتهاء كل شيء كيف كيفاش مختلفين مختلفين في الحالة الأخيرة نعم في القلب في الحالة الممنوعة كيف بده واحد واحد مش يلقينها زيرو زيرو مش تقولنا أولوية توقف صحة ولا لا في القلب اشتركوا بقلب إذا كنت اقلاب ارض انجاز بوابة نهر اذا كنت قلب واحد الانك شأن يتخدم ارب ... التشغيل حالة ممنوعة أولوية التشغيل هذا هو بالنسبة الدرس قلب إنجاز بوبة نور وقلب إنجاز بوبة نات صحيح يا جماعة شكالي عندوا أسئلة يقدر يتفضل على هذه جماعة العفو بشراء على هذه ننهيو حصاء وش نقولكم ليلة سعيدة تصبحوا لخير وواقعكم أجمل إن شاء الله لنا لقاء يوم الخميس على الساعة التاسعة إن شاء الله دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته